مساحة حرة أشكركم جدا على هذه الاستضافة اللطيفة وأرجو أتمنى أن نكون ضيوف خفيفية الظل دائما سيدة عبد الرحمن هناك محطات رياضية محطات ثقافية محطات سياسية سنحاول بقدر الإمكان نستفيد من الوقت لكي نطرح هذه الأشياء أولا من المناصب الكثيرة التي لديك اخترنا بعض النقاط حتى نتناقش سويا حولها عضو اللجنة العليا لمتابعة اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان ونائب رئيس اللجنة العليا لمشروع الشباب للبناء الوطني وعضو المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ورئيس صابغ لاتحاد الكاراتي لولاية الخرطوم ورئيس نادي الفروسية ومدير مدرسة الفروسية مؤسس الفريق القومي السوداني لالتقاء الأهتاد مناصب كثيرة نعم والطلاب طبعا برضو يعني في لجنة عضو شراء في جمعية المرسلين لجانب القاهرة نعم صحيح مناصب كثيرة الحمد لله هذه هذا من فضل ربي إن شاء الله ربنا يجعل التوفيق في أنه كلها لخدمة الدين والوطن إن شاء الله تمام نبدأ من عضو اللجنة العليا لمتابعة اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان نتعرف على طبيعة هذا التعاون الآن وهل يوجد بشكل والله طبعا في الحقيقة أنا أعتقد أن العلاقة بين السودان وجيرانه مهمة جدا ونحن عاملين على أنها تكون على أفضل حال ولكن العلاقة مع جنوب السودان لا خصوصية باعتبارنا كنا دولة واحدة وتم الانفصال بصورة وقد يصفها البعض أنها يعني غير مرضى عنها من الجميع ولكنها إرادة الله وطبعا إذا الشخص الذي تحبه رأى فيما يرى شيئا قد يضره في وجهة نظرك ولكنها في وجهة نظره طيبة خلاص نحن نوافق لأنه هو دائما يقولون أن سبب مشاكلهم كلها هي وجودنا معهم أو نحن البنعمل المزلد ولكن حقيقة كل الدراسات حتى الإخوة في البريطانيا دراساتهم أثناء ما كانوا مستعمرين السودان بيقولوا أنه الشمال زي ما هو حافظ للعلاقات بين القبائل وبين الجنوبين بعضهم البعض ولذلك يعني في فكرتهم كان عندهم فكرة أنه يحصل من فصال لكن تجاوزوا هذه الفكرة باعتبار أنه نحن بالنسبة لهم حواجز أمان ولذلك ما صارت هذه الفكرة وفي الفترة اللاحقة أصبحت الحروب تهدر الأرواح والأموال وتهدر السلام ولذلك نحن بحثا عن السلام تفضلنا هذه الخطوة ولكن نرى أنه ما زال الإخوة في الجنوب يعانون من كثير من المشاكل الداخلية وهي كانت معروفة لدينا لكن طبعا الآن نحن الأصلح في أننا ننصح فيما يفعلون لأنه المشكلة في الجنوب هي مشكلة في الشمال حقيقة لأنه أي لو لاحظتم اللاجئين الجنوبين ما بيسهبوا جنوبا بيجوا شمالا صحيح وده معناها الأمان في الشمال وده إشارة واضحة جدا مفروض للعالم أنه أمر الجنوب نحن الأولى ونحن الأصلح في أننا نقدر ننصح في ماذا يفعلون ونحن الآن طبعا في آليات كثيرة منها الآلية الأفريقية مشتركين فيها بنقول أنه ما هي الخطوات المناسبة لحل مشكلة الجنوب طيب الآن عمل هذه اللجنة التعاون الآن يبدو أن هناك تعاون بين الجنوب والشمال ونت ترأس هذه اللجنة ما هي النشاطات التي تقوم بها يعني تروج لوحدة جازبة من جديد هل بالإمكان عودة الجنوب إلى الشمال أم تأخر الوقت أم مستحيل لا نحن نعتقد أنه نغرقانين في المسألة الأمنية طيب وهي لأنهم حقيقة زمان لمن حصل الإنقلاب على جون قرنغ في منطقة الناصر هو استغنى عن الكوادر الجنوبية حقيقة واستعان بالكوادر الشمالية وأصبحت أكثر الأجهزة حساسية في الجيش الشعبي مملوكة أو مقيدة مقادة بوسط كوادر شمالية زي المدرعات زي المدفعية زي الإشارة زي الاستخبارات يعني استبدل الكوادر الجنوبية بكوادر من الشمال عشان هي بالنسبة له أكثر ثقة وهم أكثر ولاء له ولذلك لمن حصل الانفصال كانت هناك فرقتين الفرقة التاسعة والفرقة العاشرة بقيادة عبد العزيز وقيادة مالك ما زال هذه الأرقام تتبع للجيش الشعبي في قيادته في جبا وذي طبعا الفصام منها والانفطام منها صعب جدا لأنه هي حقيقة متداخلة كثير من الكوادر الشمالية تقود الجيش الجنوبي وكثير من الكوادر الجنوبية موجودة في الفرقة التاسعة والعاشرة باعتبار ترقياتهم ومرتباتهم ونسرياتهم ولبسهم كل من قيادة وحدة فدعم التعقيدات شديدة جدا في الأمر وما زالت هذه التعقيدات موجودة وما زلنا نقول أن هناك نقاط في الحدود يجب أننا نتفق عليها وهم دائما في مماطلة في المزألة المزألة الثانية برضو مزألة حركات المسلحة الدارفورية برضها موجودة وبكثافة في معسكرات داخل الجنوب وده كله لا يصلح أن يكون لا يساعد لا يساعد في تقدم في هذه المزألة وهم دائما يتهمون بأننا عندنا علاقة بمعارضتهم في حيث أن معارضتهم معارضة هي موجودة أصلا في جنوب الجنوب نحن ذاتنا بيننا وبين فاصل لكنهم معارضتهم في الشمال في شمال الشمال نعم اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي إلى أي مدى ونحن نتحدث على مسألة جنوب السودان وشمال السودان إلى أي مدى أثر الانفصال عن العلاقات الثقافية والاجتماعية بين كلا الشطرين هل ما زالت كما السابق أم أن الانفصال أيضا يعني الانفصال السياسي كان إذن انفصالا ثقافيا واجتماعيا لا والله أنا أعتقد هذا الانفصال هو سياسي فقط ولكن اجتماعيا وحدوديا نحن موجودين بكثرة وحقيقة أن نحن عندنا قبائل وأغلبية تقريبا يعني القبائل الموجودة على الحدود هي تشكل أكثر من سبعين في المئة من سكان السودان وهي مربوطة في رزقها وفي معيشة هذه القطعات الحيوانية الكبيرة بالدخول إلى الجنوب بل زاد في وقت الخريف ولن نحن ولهم ما سيقدر يوقفوا هذه الهجرات الكبيرة للرعاء السودانين ولذلك أنا أعتقد أن الانفصال ما أثر على هذه المزألة والناس ما زالت وفي اتفاق أصلا اتفاق الحريات الأربعة ولكن هذا كله يجب أن يكون مسنود سياسيا لكي يعيش أو لكي يتطور وأعتقد أن القيادة في الجنوب تدرك ذلك ومهما حصل من افتراق أو من قطيعة لا شك عائدون لعلاقة طيبة وعائدون لنمط من التنسيق أعلى من الموجودة أنت رئيس نائب رئيس اللقن العليا لمشروع الشباب للبناء الوطني نحن في هذا البرنامج يهمني جدا قطاع الشباب والرياضة والنشاط فقافي أيضا بحكم الهجرات الكبيرة وسط الشباب السوداني اليوم خارج السودان هل هناك إحصائيات؟ هل هناك أرقام؟ هل هناك متابعة لهؤلاء للشباب؟ مجتمع السودان أصلا مجتمع شبابي نحن في حسب إحصائياتنا أكثر من 75% من المجتمع السوداني شبابي يعني كلهم دون سننا الخمسين سنة وده بيؤكد أن الشباب في السودان طبعا أغلبية ونحن ما في شك المشروع الشبابي هو مشروع لاستيعاب مقدرات الشباب الشباب دي طاقة هائلة وطاقة بناءة جدا إذا ما عبينا في مواعين إيجابية حتسهب في الاتجاهات السالبة ولذلك نحن جدا نهتم بشريحة الشباب ونعتقد أننا بنعمل لهم من المشاريع ما يكفل أن يضمن لهم الحياة الكريمة ويضمن لهم الاشتراك المباشر في إدارة بلادهم وفي إدارة شأنهم العام طيب وبالنسبة للشباب الهجرة هجرة الشباب السوداني الآن نعم الهجرة لا شك الهجرة كبيرة والهجرة طبعا إغراءات يعني نحن الآن مثلا بنخرج العديد نحن عندنا تقريبا أكثر من 30 جامعة موجودة في السودان تفرخ الكوادر العلمية المختلفة من جميع التخصصات ودامعناها نحن عندنا فائط في كل المهن حقيقة وأي كان استيعابنا نحن لهذه الكوادر في العمل العام أو العمل الخاص الغطاء الخاص هم أكبر من حوجتنا ولذلك وأيضا في مشكلة في إيجابية أخرى في الهجرة أن المرتبات أو النسريات التي بينالوها في البلاد التي يذهبون لها أعلى بكثير جدا من السوداني نعم أنا أضرب مثل بدكتورة كانت موجودة مسكونة بحب السودان وتقول لي أنها عايزة نعمل نعمل إصلاح في مستشفيات الخرطوم وفعلا في الحقيقة أنا تحدثها مع سيد الوالي أنا ذاك كان دكتور عبد الرحمن الخضر وكان وزير الصحة الحالي هو مامون حميدة وبإحاءات منها أنا عملت جولة كبيرة جدا في مستشفيات الخرطوم وشفنا مواضع الخلل وبدأنا في إصلاحه فجأة ونحن أثناء هذا المجهود الكبير جاءت وعتذرت لي وقالت لي أنا دائرة أمشي السعودية ليش تمشي السعودية؟ والله قالت لي يعني أفر ما ممكن أرفضه أصلا تشتغل في الحرص الوطني وما هي عشرين ضعف ما هي التي كانت بتأخذ هنا وخلاص أنا سمحت لأقول تلا طبعا ما في شك كده فهي الفكرة أنه أن إحنا دائما ما ننظر فقط للهجرة بصورة سلبية ما الهجرة ديها واشي تحسين أوضاع مش بسمات ديها تحسين أوضاع حتى خبرات في مجال المهنة اللي انت ماشي لها ولذلك نعتقد أنه وبعدين الخبرات دي هتمشوين في النهاية هترجع للسودان وحتفيد بلدها ولكن طبعا مش مفروض تكون هجرة بكره أو بعدم طوعية أو هجرة قسرية دا المشكلة لكن إذا هجرة من هذا النوع طبعا ما في شك إيجابي أما الهجرات اللي انت بتقصود دي يعني أكيد مش نحن بس السودان العالم التالت كله الآن انت بتشوف شنو الخسائر في البحار وفي طريق الهجرة إليكم هنا كيف الناس بتتعرض ليه مخاطر وليه هلك وبرضها جاية تصر على الهجرة على الهجرة لأنه الأوضاع هنا أفضل كثير جدا عشان كده احنا قاعدين نقول للأمم المتحدة نقول للدول المتطورة دي كلها أنه لازم من نشر التعليم ونشر كل سبل الحياة الطيبة في كل العالم لأنك انت مهما يكون حتى إذا بلغت نعيم العيش كما عندكم هنا إذا انت ما رأيت وما دعمت العالم التالي ده انت حس المشكلة اللي بتخافوا منها عشنو هو الإرهاب ما هي مشاكل التجار بالبشر هذه المشاكل كلها هي ليجات ما هي دليل الفقر ما هو الإنسان عشان يبيع حياته رخيصة ويفجر نفسه لازم يائس من الحياة هو ما لاقي حياة هو ما شاهد حياة رغضة أصلا وده محصور بس هنا في الغرب ومحصور هنا في الدول المتقدمة والمتطور عشان كده يجب أن يعم هذا الخير كل العالم على أساس ما يكون فيه إنسان شاعر بالظلم وشاعر بالضنك وشاعر بأنه ما عنده حاجة عشان كده بيضحي بحياته رخيصة في سبيل حاجة فكرة فارغة وفكرة ما عندها أي تطور الإسلام أكثر دين في العالم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما دخل العنف في شيء إلا شانه فما ممكن دين إذا يوصف بأنه دين بيستخدم العنف لكن دي أفكار من يحملون هذه الأفكار وزي ما أشوف نحس في لاس فيغاس يعني ما هو دا واحد أنا من هنا أبعث بالتعازي لإخوة في أمريكا قيادة وشعبا ونستنكر مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة والإرهابية والجنونية طيب نعم يعني سيادة اللواء تكلمنا عن الهجرة يعني فلنتكلم عمليا مثلا هل لديكم في الحكومة السودانية الآن خطة يعني لمواجهة مثلا الهجرة أو هل هناك برامج مثلا لاستيعاب الشباب الذين يعني يذهبون بحثا عن عن مكان آخر مثلا نعم نعم نحن الهجرة العالمية عندنا قوة خاصة لمكافحة أو تعاون كبير بيننا وبين المجتمع الدولي في إيقاف هذه الهجرة لأنه نعتقد أنه السودان معبر لكل الهجرات اللي جاي من أفريقيا ومتجها شمالا ده واحد بالنسبة للهجرة السودانية أكيد نحن هذا المشروع الشبابي أصلا مقصود باستيعاب طاغات الشباب وإيجاد الوسائل عندنا مشروع التمويل الأصغر توجيه من البنوك أنه 10% من دخل البنوك من رأس مال البنوك لازم يوجه مباشرة للتمويل الأصغر لأن نجعل من الشباب طبقة منتجة مش بس إيجاد الوظائف لأن الوظائف مهما تجد وظيفة ويكون الإنسان شغال بالما هي ما زال من تديه مشروع وتديه إمكانيات على أساس أنه يبدع ويكون دخل لا محدود ودي برضها من كثير من الوسائل التي نعتقد أنها بتنفع أو بتساعد على استيعاب طاغات الشباب جميل سنتوقف مع فاصلة اللي واركن عبد الرحمن الصادق المهدي ونعود لمواصلة هذا الحوار معك ودائما مواضيع حول الشباب والرياضة في السودان موسيقى نجدو جبتی کبھیلا رواح نجود وطنی 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 وطن الجدود نعن الوطن خيراتكم يتدفقن انا الاضان التحن في سبيل لا مطمئن نجدو جبتی کبھیلا رواح نجود وطنی 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 موسیقی وطن الجدود نحن الفدا موسیقی 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 حر نرحب مرة أخرى بضيفنا في الستوديو اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي مرحبا بك مرة أخرى سيادة اللواء مرحب بك يا حبيب تسلم إن شاء الله الأغنية التي سمعناها هذه آخر مرة سمعتها لأي متى وطن الجدود يا سلام والله يعني ذكرياتها ذكريات جميلة والله وغنية من الأغاني الطيبة جدا في السودان والتي تحمل معاني نحن في السودان عندنا ما شاء الله يعني كم هائل من المعاني الجميلة والشعراء الطيبين اللي عندنا أغاني الحقيبة وأغاني الوطنية وأغاني المتح الرصوص العسلم يمكن تفوقنا على كل المسلمين الآخرين في متح الرصوص العسلم حسب ادعاءنا يعني ولكن أعتقد أن السودان يمتلك السودانين يمتلكون حب كبير جدا لوطنهم وثقافة كبيرة وثقافة كبيرة طيب نعود لموضوع مهم جدا يعني أنت تشغل عدة اتحادات رياضية في السودان والسودان منقوب رياضيا الآن يعني إذا تحدثنا عن المنتخب القومي إذا تحدثنا عن الألعاب الفردية بالخصوص الألعاب الفردية ألعاب القوى يعني من شاهد عدائين مثلا من كينيا عدائين من السيوبيا بشاركوا في الأولمبيات يعني لماذا يغيب السودان عن مثل هذه المحافل الدولية رياضيا؟ والله يا أخي شوف أسباب كثيرة جدا بتخلينا شوية في ذيل القائمة في هذه الأداء في هذه يعني الألعاب وهذه الرياضة لأنه حقيقة الاستقرار هو أساس كل شيء ونحن مرين بفترات حقيقة فيها يعني حروب وفيها عنت وفيها خلافات شديدة الآن الحمد لله بعد أن أدرنا حوار الوطن في السودان وأثبتت مخرجات وأنها حوت كل مشاكل السودان وحلتها أوجت لها الحلول ولكن باقي على التطبيق طبعا ولا شك التطبيق ما ممكن يتم بين ليلة وضحاها لأنه دا هي يعني أذهبت في الكشف على مشاكل السودان منذ استقلاله وإلى الآن ولكن أعتقد أنه من وجهة نظري أن السودان مشاكل الرياضة فيه إدارات الاتحادات مشاكل شخصية ولكن الآن في العديد من التوجهات والورش على أساس أنه يقترب لهذه المشاكل وجد الوسائل اللي حلها وطبعا أنا بدأت كلامي عن المشاكل الأولى باعتبار أنه الحصار والضيق المادي برضو الرياضة الآن أصبحت أنت هنا مثلا عندكم سان جيرماندا بتاع الباريس سان جيرماندا مشتري اليوم لعب واحد 300 مليار 300 مليون دولار 300 مليون جنيس يورو يورو فده الرياضة الآن أصبحت تحقيقة تجارة وأنحنا عندنا العديد من الكوادر لكنه من التدريب لما نشوف أزمانه كويسة أو من في الكورة مثلا إنسان بارع بمهارة عالية طوالي يذهب للخارج الهجرة القبيرة كنا نتكلم عنه وطبعا بلاقي أفرص كبيرة جدا عفوا هل هناك برامج من قبل الحكومة السودانية فيما يتعلق بهذا الموضوع إنشاء ملاعب التركيز أكثر على الرياضة وأنت الرياضي الحاصل على جوائز وميداليات كثيرة حقيقة نحن مهتمين جدا بموضوع الرياضة لكن زي ما أنا قلت أن الرياضة عايز الصرف عالي جدا وإحنا بالنسبة إلينا ما كان أولوية قصوة ولكن مش ما أولوية قصوة معنا أهملنا لا ما أهملنا ولكن نحن عايزين أعتقد أنه الآن في فكرة ويدارة حوار حتى تحويل نوادينا أسيط تلاحظ نوادينا مثلا المريخ والهلال من أقدم النوادي في العالم مش في المحيط الأفريقي يعني وده يعني بيخلينا الآن نفكر جديا الناس النجحوا نجحوا كيف عملوا النوادي باعتبار شركات وشركات مساهمة وكل هالأفكار دي الآن بتدار وفي قانون الرياضة الآن وضع جديد برضو بيستوعب المشاكل إحنا بنتكلم عنها إن شاء الله نتمنى الفترة القادمة تشهد رفع الحصار اللي هو مرتقب إن شاء الله في أكتوبر القادم وده بيخلينا أكثر انفتاحا عن العالم وأكثر تعاونا في هذه المجالات وأكثر تنسيقا مع مثيلات من الرياضة في الخارج طيب وأنت رأيس أيضا لنادي الفروسية يعني الفروسية في السودان هل هي ترف في ظل الأوضاع المعيشية الموجودة في السودان ولا هناك فعلا هناك قبائل تحتمد عليها في حياتها اليومية الفروسية جزء من الفراسة جزء من الحماية القبيلة وما إلى ذلك طيب الفروسية في السودان البلد الوحيد الأسطن ما مربوط بالفئات الغنية زي ما عندكم هنا الفروسية في السودان نحن مثلا الاشتراك الشهري بأقل من ما يعادل 10 يورو في الشهر كله يعني وداء معناها أفورد أبو العيزول وتقريبا السودان حسب تعداد الأول المتحدة يمتلك ثالث أكبر دولة في العالم يمتلك عدد طرقوس من الخيل مليون وتبنمئة ألف رأس ونحن عندنا ثروة خيلية كبيرة جدا في السودان أهلنا في دار فور بيتفاعل بيتباخد بيقول الدار كان فيه جواد ما بدخل الفقر وطبعا هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة وأهلها معانون عليها ما في شك أن الخيل تجيب البركة وأنا ما في شك أن الخير الموجود في دبي جاي من الخيل والماشيبيو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المسألة دي الخير الجاي ده كله جاي من حب الخيل ومن دبي يعني الإمارات يدخلها في سنة أكثر من ثلاثة ألف جوات جديد وده الاهتمام الكبير ده جاب اليوم خير كبير هل هناك تصدير للخيل السوداني الخيل السوداني متهمة جزافا أو متهمة بدون وكي حق بأنه عندنا فيروس اسمه الأفريكان هورسيكنيز ديزيزيز مرضى النجمة السوء الخيل اللي هو المرضى متهمة السوداني لكن نحن حسب الدراسات وأنا تكلمت كثير مع المنظمات الصحية العالمية عشان تجي وتتريس تشوف هل في الموجود دولة ما موجود عشان كده حاربنا من أننا نصدر خيلنا ولكن الخيل في السودان بالذات في صباقات القدرة أفضل السلالات الموجودة في العالم نحن عملنا صباقات قدرة الريكورد بتاعنا الأزمة القياسية تقريبا كما العالمية أو أفضل والخيول اللي بتحقق هذه الأرقام خيول بأسعار رخيص جدا يعني أنت ممكن بأقل من ألف دولار تجد حصان ينافس الخيول اللي بتبع بمليون واثنين مليون يورو في الخارج طيب لماذا تجري هنا ما زي ما قلت لك عشان لا لا مش عشان الفكرة بتاعت اتهام بوجود هذا الوباء ولكن نحن برضنا بنعرض على الدول المستوردة أنها تجي وتشيلها وتبحصها وتوديها بلادها وتخذها في كورنتينا وتخليها موجودة ولكن يعني حترى أن المرض ما موجود ونحن برضو كانت اتفقنا مع الأردن والأردن كان مديرية الأمن البوليس الأردني كان عايز يشتري وابعث لينا بعثة وفي النهاية وقفت هذا الاتهام ونحن كنا اتفقنا معهم أنه ممكن تخطوهم في محل آيسوليت لكن كثير جدا من ناسنا قدروا يطلعوها لكن تروح مثلا مصر بعدين تروح إلى الأردن وتحصل لها كورنتينا هناك وبعدين يتأكد إنها كويسة وما فيها شيء بعدين تتأكد في الوجهة المطلوبة فده الرياضة في السودان الخيل شعبية تقريبا ما مربوطة بالطبقات اللي انت سألت من نادي وهي في ثقافة المجتمع نعم وفي ثقافة المجتمع الناس يتباخت وبيع جدا ومفتكر إنك كان فيه جواد في الدار ما بدخلك الفقر أصلا سيد مساعد رئيس الجمهورية اللي وركن عبد الرحمن الصادق المهدي شكرا لك وشكرا على هذا الفينجان الصباحي بارك الله فيك ونختتم لكم بيت شعر نحن مؤصلين كرمة وعزاز ورتود ونحن في المجالس لدينا أكبر صوت ونحن فينا متكملات خسائص الفوت السخة والسماح والرقز يوم الموت وشكرا جزيلا شكرا شكرا سياتة اللواء ولا أجمل من هذا ختام تماما طارق ونحن أيضا نودع كل المستمعين في هذا الصباح ونعاود اللقاء غدا صباحا إذن مسمعين الكرام بهذا يكون مشوار كافيشو قد وصل إلى نهايته نتمنى لكم بقية يوم مليء بالحب والسلام شكرا جوليا وشكرا دائما روان وإلى اللقاء